احمد الله تعالى وبعد فهذه تطبيقات أصولية على آيات الحج من سورة البقرة أحببت أن أشارك بها في دورة فقه المناسك ومقاصدها في ظل الجائحة جزى الله القائمين عليها خير الجزاء ونفع بهم الإسلام والمسلمين وتقبل الله مني ومنهم صالح الأعمال وسأذكر إن شاء الله تعالى قبل البداءة بالتطبيقات مقدمتين موجزتين إحداهما في بيان حقيقة التطبيق الأصولي والثانية في أهمية وفوائد التطبيقات الأصولية على النصوص الشرعية فأقول مستعينا بالله التطبيق الأصولي يمكن أن يعرف بقولنا هو إعمال القواعد الأصولية في النصوص الشرعية لفهم المعاني واستنباط الأحكام يعني أن يعمل الباحث أو العالم المجتهد القاعد الأصولية يستحذر القاعد الأصولية أو يذكرها لغيره ثم يقوم بتطبيقها وتنزيلها على نص شرعي من آية أو حديث لغرض وهو فهم المعاني واستنباط الأحكام الشرعية من ذلك النص وللتطبيقات الأصولية فوائد وأهمية ظاهرة فمن ذلك أولا ترسيخ القواعد الأصولية وفهمها فهما صحيحا فتستقيم تلك القواعد في الأذهان ويعرف الطالب الفرق بين القاعدة وما يشتبه بها فإن كثيرا من الطلاب قد لا يفرق التفريق الصحيح بين العام والمطلق مثلا وبين العهدية أو الاستقراقية أو الجنسية التي لبيان الماهية والحقيقة أو لا يعرف الفرق بين حتى الغائية وحتى التعليلية ولا بين دلالة حرف الواو على التشريك ودلالته على مطلق الجمع فمع التطبيق الأصول يتبين له إن شاء الله تعالى القواعد الأصولية ويعرف الفروق بينها الثاني التعرف على الأمثلة الحقيقية العملية للقواعد الأصولية بدلا من الأمثلة الافتراضية أو المكرورة التي شحنت بها كتب الأصول وذلك أنه يشيع في كتب الأصول المثال الافتراضي بأن يقول المؤلف مثلا كأن يقول الشارع افعل كذا وكذا أو أن يذكر مثالا صحيحا لكنه يتكرر في الكتب الأصولية ينقله المتأخر عن المتقدم كما في المثال المشهور لحمل المطلق عن المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب ففي التطبيقات الأصولية استكثار من الأمثلة الحقيقية العملية للقاعد الأصولية ثالثا الدربة على كيفية استخراج الحكم الشرعي من النص بناء على القاعد الأصولية وبذلك يحترز الطالب من الغلط في استنباط الأحكام من الأدلة وتتهيأ فيه ملكة الاستنباط وذلك أن الاجتهاد لا يحصل في يوم وليلة لا يأتي فجأة وإنما يأتي على التدرج يأتي بالتدرج يحصل بالتدريج للباحث والتطبيقات الأصولية هي من سبل الوصول إلى مرحلة الاجتهاد رابعا الوقوف على ما يمكن اعتباره استثناء من القاعد الأصولية وخامسا ربط الطلاب والباحثين بأصلي الشريعة وهما الكتاب والسنة وذلك لأنهما الوحي فهما أصل الأصول كلها وقد قلنا آنفا بأن التطبيقات الأصولية تختص بإعمال القواعد الأصولية في آية أو حديث والآن نليج إلى التطبيقات الأصولية إن شاء الله تعالى على آيات الحج من صورة البقرة وهي قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون هذه ثمان آيات من الآية 196 إلى الآية 203 والطريقة فيها إن شاء الله تعالى حتى تكون موضوع حتى يكون موضوع التطبيقات الأصولية جليا واضحا ويؤتي ثماره إن شاء الله تعالى أن أذكر القاعدة مع بيانها باختصار وضرب المثال لها ثم إعمالها في الآيات الكريمات فالقاعدة الأولى هي القران في النظم يوجب الاقتران في الحكم ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جاء في نص شرعي آية أو حديث إذا جاء الاقتران بين شيئين أو أشياء بحرف الواو وغيرها فإن هذا الاقتران يدل على التشريك بين هذين المتعاطفين في حكم غير مذكور في النص قد ثبت لأحدهما يعني إذا قرن بين شيئين ثم علم حكم أحدهما من دليل خارجي فإن هذا الحكم ينتقل إلى قرينه في هذا النص مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا أو كما قال عليه الصلاة والسلام فعطف ثلاثة أشياء وقوله يستن يعني يستاك يستعمل ومعلوم أن الاستنان والتطيب مسنونان وليس فرضين واجبين وقد علم هذا بأدلة خارجية ومنها الإجماع وحين إذن نقول يكون الغسل كذلك مسنونا الغسل يوم الجمعة يكون مسنونا لا فرض لأنه اقترن بهما والقران في النظم يوجب القران في الحكم وعلى هذا فيكون الوجوب المذكور في الحديث معناه وجوب السنن لا وجوب الفرائب تطبيق هذه القاعدة على آيات الحج في صورة البقرة هو في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فقد قرنت الآية الكريمة بين شيئين الحج والعمرة ومعلوم أن الحج قد عرف من غير هذه الآية أن الحج واجب فرض وهذا مجمع عليه وبناء على هذا تكون العمرة واجبة كذلك لا سنة ونفل لا تكون سنة ونفلا بل تكون واجبة لأنها قرنت بالحج هنا والاقتران في النظم يوجب الاقتران في الحكم القاعدة الثانية الحكم المعلق بغاية ينتفي فيما بعد الغاية يعني إذا جاء نص شريف من آية كريمة أو حديث شريف وفيه حكم علق بحرف دال على الغاية مثل إلى ومثل الله أحيانا فإنه يدل على أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها ولهذا عد مفهوم الغاية نوعا من أنواع مفاهيم المخالفة مثل قول الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى غائية فحينئذ يكون معنى الآية أنه إذا تبين الخيط لم يحل لهم الأكل والشر تطبيق القاعدة على الآيات في قول الله تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فإن مفهوم هذه الآية أنهم يحلقون رؤوسهم بعد أن يبلغ الهدي محلة القاعدة الثالثة مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جاء في الآية أو الحديث جمع ويقابل بجمع آخر أو أكثر فإن هذه المقابلة بين الجمعين تقتضي توزيع أفراد كل منهما على الآخر مثل قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فإن المعنى ليغسل كل واحد وجهه ويده إلى المرفق ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل فكفوا صبيانكم يعني إذا دخل أول الليل فليكف كل واحد صبيه وكما نقول الطلاب يحملون كتبه أي يحمل كل طالب كتابه تطبيق القاعدة على الآيات في قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسكم يعني لا يحلق أحد رأسه القاعدة الرابعة حرف أو قد يأتي للتنويع يعني أن من معاني حرف أو هو إفادة التنويع والقسمة مثل قولنا الأدب شعر أو نثر وقولنا وقولنا الكلمة اسم أو فعل أو حرف ومثل قول الله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ومثل قوله سبحانه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما تطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية سواء كان مريضا فيحتاج لحلق الرأس أو كان به أذى من رأسه كما حصل لكعب بن عجرى رضي الله عنه كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى القاعدة القاعدة الخامسة يجوز أن يأمر الله بواحد من خصال محصورة هذه القاعدة تسمى بالواجب المخير يعني يعني يجوز أن يوجب الله على العباد واجبا مع التخيير بين خصال محصورة يحصل امتثال المكلف بفعل واحد منها ولا يلزمه فعل الجميع مثل قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فالواجب ليس الثلاثة وإنما واحد من ثلاثة يختار المكلف ما شاء تطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك المريض الذي يحتاج لحلق الرأس أو يتأذى من رأسه من قمل أو غيره فإنه يحلق ويفدي حينئذ بواحد من ثلاثة أمور الصيام والصدقة والنسك يعني يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو ينسك شاه القاعدة السادسة يجوز أن يكون المبين أضعف من المبين البيان ليس كالنسخ فإن النسخ لا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ أو أقوى منه أما في البيان فيجوز أن يقع البيان للمجمل بنص أضعف منه لأنه مجرد كشف وإيضاح وليس إلغاء له مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقت السانية نصف العشر فإن هذا حديث آحادي ومع ذلك جاء بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فقد وقع تبيين المجمل الذي هو آية متواترة قطعية بحديث آحادي ظني والسانية المذكورة في الحديث هي البعير الذي يسقى به الماء من البئر تطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذه الكلمات الثلاث صيام وصدقة ونسك هذه إذا قرأها القارئ فإنه يجدها مجملة لأنه ما يدرى من نفس الآية كم عدد الأيام الواجب صومها ولن يعرف نوع الصدقة ولا صفة النسك الواجب لكن جاء بيان هذه الآية في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم له احلق رأسك ثم اذبح شاة نسك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكي وهو حديث أحادي لا شك ومع ذلك فيجب قبوله في بيان مجمل الآية الكريمة القاعدة السابعة إذا احتاج النص لتقدير ليصح شرعا وجب التقدير هذه القاعدة هي ما يسمى بدلالة الاقتضاء وذلك أن بعض النصوص الشرعية تكتضي أي تتطلب أن يقدر المشتهد فيها كلمة أو أكثر ليصح المعنى شرعا وهذا التقدير لا يصح إلا من المجتهدين العلماء مثل قوله تعالى في صوم رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فإن التقدير في غير الآية أن يقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر قدرنا كلمة فأفطر لا بد منها لأنه لن يجب عليه أيام أخر إلا إذا أفطر أما إذا صام فلا فكلمة فأفطر تسمى مقتضاء والدلالة على ذلك تسمى دلالة اقتضاء تطبيق القاعدة على الآيات في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية فإن المعنى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه ففدية لأن الفدية لا تجب إلا إذا حلق فلابد إذن من تقدير الحلق القاعدة الثامنة يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين يعني يجوز أن يريد حكم شرعي وله أكثر من علة ليس علة واحدة بل يريد له علتان أو أكثر بحيث تستقل كل واحدة من هذه العلل بإثبات الحكم لو انفردت يعني لو وجد واحدة من هذه العلل لثبت الحكم فلا يكون كل واحد منها جزء علة وإنما كل واحدة منها علة مستقلة مثل قوله تعالى وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية فإن الحكم هو وجوب الفدية والسبب هنا هو حلق الرأس من مرض وأيضاً حلقه من الأذى سببان والحكم واحد القاعدة التاسعة النص المنطوق الصريح لا يجوز تأويله هناك من الدلالات ما يسمى بالمنطوق الصريح ويسميه بعضهم دلالة عبارة النص فهذا النوع من الدلالات لا يتطرق إليه التأويل لا يصح أن يدعي فيه أحد التأويل وأنه مصروف عن معنى إنما التأويل يرد على الظواهر مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً فإن هذا منطوق صريح لا يسوق فيه تأويل ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلا يمكن لمثل هذا النص أن يؤول فيقال في هذا العدد المذكور بأنه أقل من تسعة وتسعين أو أكثر لا يصح هذا تطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة فالمتمتع الذي لا يجد الهدي يجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ولا يمكن أن يؤول هذا النص بأن يقال الواجب عليه أقل من عشرة أيام أو أكثر من عشرة أيام لا يمكن هذا لأن الأعداد نصوص فلا تقبل تأويلا ولا مجازا القاعدة العاشرة الحكم المعلق بشرط ينتفي بانتفاء الشرط الحكم الشرعي إذا ورد في نص معلقا بشرط سواء صرح فيه بأداة الشرط أو لم يصرح ولكن كان معناه معنى الشرط فإنه ينتفي الحكم إذا انتفى الشرط فإذا قلت أكرم زيدا إذا نجح يفهم السامع أنه لا يجب إكرامه إذا لم ينجح وتطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فإن مفهومه إن كان أهله أي الحاج إن كان أهله حاضر المسجد الحرام لم يلزمه هدي ما يلزمه هدي التمتع ولا القران يعني من كان من أهل بكة أو قريبا منها دون مسافة القصر لا يجب عليه الهدي هدي التمتع لا يجب عليه والشرط هنا في الآية شرط معنوي وإلا فلا يوجد أداة شرط هنا في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لكن كما قلنا هو شرط معنوي لا لفظ وهذا معتبر عند علماء الوصول كما قالوا في قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم قالوا إنه مفهوم شرط وأنه لا يحل نكاح الإماء لمن لم يخش العنة وهو الوقوع في الزنا وكما قالوا أيضا في قوله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات فقالوا إن لم تشهد أي الملاعنة الملاعنة الزوج الملاعنة إن لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب وهو الحد وجعلوه مفهوم شرط مع عدم موجود أداة الشرط القاعدة الحادية الحادية عشرة الفعل في سياق الشرط يفيد العموم إذا جاء الفعل في سياق الشرط فإنه يفيد العموم إذا أمكن حمله على العموم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء كلمة زرع فعل ووقعت في سياق الشرط لأن كلمة من هي أداة شرط وحين وحينئذ يعم هذا الفعل فيتناول كل زرع يزرعه الرجل في أرض غيره حبا كان أو نخلا أو فاكهة أو غير ذلك وتطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فإن كلمة أحصرتم فعل ووقعت في سياق الشرط لأن كلمة إن أداة شرط وحينئذ يتناول كل حصر يحصل للحجاج والمعتمرين فمن أحصر عن أداء النسك بعدو فمن استيسر من الهدي ومن أحصر بمرض فكذلك عليهم استيسر من الهدي ومن أحصر بسبع فكذلك ومن أحصر بضلالة للطريق فكذلك ومن أحصر بمطر شديد فكذلك من أحصر بفقدان النفق أو الراحل فكذلك إلى آخره القاعدة الثانية عشرة إذا تعارض المفهوم المخالف والقياس ترجح القياس أحيانا يقع عند المجتهد تعارض بين القواعد الأصولية فمن ذلك ما إذا تعارض مفهوم المخالفة مع أنه حجة مع القياس مع أنه حجة أيضا حجتان تعارضتا فإنه يقدم القياس فإنه أقوى في الظن من مفهوم المخالفة ولهذا القياس وقع عليه الإجماع على حجيته وأما مفهوم المخالفة فوقع فيه نزاع فالقياس أقوى من المفهوم المخالف مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما فإنه هذا الاستثناء يعني نهي للصائم عن المبالغ في الاستنشاق فيدل على أن أنه غير منهي عن المبالغ في غير الاستنشاق كالمضمضة هذا مفهوم المخالفة لكن ترك هذا المفهوم بالقياس حيث قاس الفقهاء المضمضة على الاستنشاق بجامع أن الفم والأنف كل منهما منفذ لوصول الماء إلى الجوف وحينئذ يكون منهيا عن المبالغ في المضمضة قياسا على الاستنشاق تطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله تعالى ولا تحلق رؤوسكم فإن مفهومه المخالف جواز حلق غير الرأس من بدنه كأن يحلق عانته يحلق الحاج عانته أو يحلق ابطه أخذا من كلمة رؤوس فإنه لقب على العضو المعروف البدن فإذا نهي عن حلق الرأس دل على أن غير الرأس يجوز حلقه لغير منهي عن حلقه هكذا دل المفهوم لكن هذا المفهوم عارضه القياس وذلك أن العلة من النهي عن حلق الرأس هو الترفه وهذه العلة موجودة في حلق العانة وفي حلق الابط ونحوهما فيقاس ذلك على حلق الرأس فيكون حراما أيضا في حق المحرم تقديما للقياس على مفهوم المخالفة القاعدة الثالثة عشرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومعنى هذه القاعدة أن النص الشرعي الآية أو الحديث إذا جاء بلفظ عام لكنه ورد في سبب خاص فإن المراع حينئذ هو عموم اللفظ ولا يلتفت إلى خصوص السبب فلا يقصر العام على سببه على صورة السبب وإنما يتناول صورة السبب وغيرها من الصور عملا بالعموم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر فإن هذا اللفظ لفظ عام لكن السبب فيه خاص لأنه ورد في رجل شق عليه الصوت وهو مسافر حتى ظل له الناس من الشمس فالحكم وهو الترخص بالفطر للمسافر في رمضان يتناول كل مسافر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق عليه حتى لو لم يشق عليه يجوز له أن يفطر في رمضان إذا كان مسافرا حملا لللفظ على عمومه وتطبيق هذه القاعدة على الآيات يستدعي ذكر سبب نزول الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك حديث كعب بن عجرى رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى أتجد شاتا فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فالسبب ورد خاصا في القمل يتأذى به المحرم في رأسه والآية عامة في كل أذن يصيب رأس المحرم لأن قوله تعالى أذن هو نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم فالمحرم الذي يتأذى رأسه بالقمل له أن يحلق ويفدي والذي يتأذى بقروح في رأسه فله أن يحلق ويفدي والذي أصابه شيء في شعره لا يكون علاجه عند الأطباء إلا بحلق رأسه فله أن يحلق ويفدي وهكذا القاعدة الرابعة عشرة يجوز تخصيص عموم المفهوم المخالف ومعنى هذه القاعدة أن مفهوم المخالف له عموم لكنه عموم معنوي فلو قلت الناجح هو زيد فإنه يفهم من هذا أن غير زيد لم ينجح هذا مفهوم المخالفة وقولنا أن غير زيد لم ينجح هذا فيه تعميم أي أن الحكم في المفهوم وهو عدم النجاح يعم عمرا وبكرا وسعدا إلى آخره وإذا ثبت أن لمفهوم المخالفة عموما فإن شأن العام أنه إذا ورد عليه مخصص عمل فيه التخصيص مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة والرضعتان مفهوم المخالف أن الثلاث فما فوقها يحرم وهذا عام لأنه يتناول الثلاث رضعات والأربع والخمس والست إلى آخره فكلها تحرم ثم هذا التعميم خص بقوله عليه الصلاة والسلام وهو كان آية تتلى في القرآن خمس رضعات معلومات يحرم وحين إذن تخرج الثلاث رضعات والأربع رضعات تخرج من هذا العموم فلا تحرم تطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فإن مفهوم شرطه المخالف أن غير المتمتع لا يجب عليه هدي وهذا الحكم في المفهوم وهو عدم جوب الهدي يعم القار والمفرد ثم يخرج من هذا العموم القار وذلك بقياسه على المتمتع وحينئذ يجب على القار الهدي كما وجب على المتمتع القاعدة القاعدة الخامسة عشرة حرف في يفيد الظرفية من حروف المعاني المشهورة حرف في ومن أشهر معاني هذا الحرف هو الظرفية مثل قوله سبحانه وتعالى مثل قوله سبحانه وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين فإن كلمة في في الموضعين تفيد الظرفية الأولى مكانية والثانية زمانية وتطبيق هذه القاعدة على الآيات في عدة مواضع لكن أذكر بعضها أولا في قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج في الحج إذن لا بد أن يصوم المتمتع الذي لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام ثلاثة منها تكون في الحج يعني من حين إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريك فلو أخر صيام ثلاثة الأيام عن ذلك فإنه يكون آثما وعليه التوبة مع القضاء ثانيا في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج إلى آخر الآية قال فيهن في تفيد الظرفية ومعنى فرض يعني ألزم نفسه الحج بالإحرام فلابد إذن أن يكون ذلك في أشهر الحج أن يكون إحرامه في أشهر الحج فلو أحرم قبلها لم يصح عملا بمدلول حرف فيه فإنه هنا دال على الظرفية الزمانية وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ثالثا في قوله تعالى وما له في الآخرة من خلاق في الآخرة وأما الدنيا فقد يعطيه الله ليبتليه رابعا في قوله تعالى واذكر الله في أيام معدودات في أيام معدودات وهي أيام التشريق الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحج والذكر الوارد في الآية المراد به التكبير في أدبار الصلوات وعند رمي الجمار وغير ذلك القاعدة السادسة عشر النفي من الشارع قد يأتي بمعنى النهي ومعنى هذه القاعدة الأصل في النهي أن يكون بالصيغة لا تفعل لكن أحيانا يرد في النص الشرعي آية كريمة أو حديث شريف قد يرد فيه النفي ويراد به النهي النفي خبر والنهي إن شاء لكن في هذه الصورة يكون النفي خبرا ومعناه إن شاء وذلك لأنه أبلغ في المقصود مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المحرمة أو قال المحرمة لا تنتقب أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإنه نفي ولهذا ارتفع الفعل المضارع بالضمة لكن هو في الحقيقة معناه معنى النهي ينهى المحرمة عن الانتقاب عن لبس المحرمة ما تلبس النقاب ما يحل له هذا لا يخطب الرجل على خطبة أخيه فإنه هو نفي لكنه في معنى النهي وتطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فإن هذا من حيث اللفظ هو نفي لكنه في الحقيقة هو نهي عن هذه الأفعال الثلاثة في الحج القاعدة القاعدة السابعة عشرة اسم الشرط يفيد العموم أدوات الشرط سواء كانت حروفاً أو أسماء تفيد العموم مثل قول الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق يعني كل الذي عندكم ينفد وكل الذي عند الله يبقى ومثل قوله تعالى من يعمل سوءاً يجز به يعني كل من يعمل سوءاً يجاز به إذن ما ومن في هذين المثالين في هاتين الآيتين يفيدان العموم وتطبيق هذه القاعدة على الآيات في موضعي الأول في قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله ما أدات شرط تفيد العموم يعني كل شيء تعملوه من الخير يعلمه الله والموضع الثاني في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه يعني كل من تعجل في يومين من أيام التشريق فلا إثم عليه ومن تأخر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه القاعدة الثامنة عشرة الجمع المضاف للمعرفة يفيد العموم وتطبيقها في قوله تعالى واتقون يا أولا نشرح القاعدة كما جرت العادة الجمع إذا أضيف للمعرفة فإنه يفيد التعميم مثل قوله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولياء الله أولياء جمع جمع ولي أضيف إلى أعرف المعارف وهو لفظ الجلالة فيفيد التعميم كل أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في آنية الذهب والفظة ولا تأكلوا في صحافهما موضعان في هذا الحديث آنية جمع إناء صحاف جمع صحفة وكل منهما أضيف للمعرفة فيعم كل إناء ذهب وفظة وكل صحفة ذهب وفظة فيحرم الشرب والأكل فيها تطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله تعالى واتقون يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول القاعدة التاسعة عشرة نفي الجناح نفي الجناح دليل على المباح مثل قوله سبحانه وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فالتعريض جائز ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم فيجوز المجاهدين في هذه الحالة أن يضعوا أسلحتهم وتطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فنفى الجناح فيدل على أنه مباح لأن الجناح معناه الإثم فإذا انتفى الإثم معناه أن الفعل يجوز الإقدام عليه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني أيها الحجاج والمعتمرون أيها المحرمون بالنسك يجوز لكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في الحج يعني أن يبيع ويتاجر ويتكسب فإن هذا من الحاج جائز لكن عليه أن لا يشغله ذلك عن مقصوده وهو أداء هذا الركن العظيم وهو الحج القاعدة العشرون حرف أو قد يأتي بمعنى بل أو من حروف المعاني تأتي أحيانا بمعنى بل فتكون للإضراب الانتقالي مثل قوله سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه يونس عليه السلام وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فإن المعنى بل يزيدون تطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى فإن المعنى بل أشد ذكرى القاعدة الحادية والعشرون التخيير بين شيئين لا يستلزم استواءهما من كل وجه أحيانا يأتي التخيير من الشارع بين شيئين وأكثر لكن لا يعني أنهما يستويان من كل وجه نعم يتفقان في أصل الحكم لكن قد يختلفان بالأفضلية فيكون أحدهما أفضل من الآخر مثل قوله صلى الله عليه وسلم عن خطبة العيد إنا نخطب فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام خير بين هذين الشيئين ومعلوم أن الجلوس لسماع الخطبة خير من الذهب وتطبيق هذه القاعدة على الآيات في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فالحاج مخير بين أن يبقى بمنى يومين من أيام التشريق وبين أن يبقى ثلاثة أيام لكن لا شك أن الثاني أفضل ولهذا قال سبحانه وتعالى لمن اتقى القاعدة الثانية والعشرون حرف من يفيد التبعيض من من حروف المعاني المشهورة ومن أشهر معانيها التبعيض مثل قوله تعالى لنريه من آياتنا أي بعض آياتنا وقوله سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فهذه ثلاثة مواضع في الآية الأخيرة من المؤمنين فمنهم ومنهم وكل هذه الثلاثة المواضع جاءت فيها من للبعضية تطبيق هذه القاعدة على الآيات على الآيات على الآيات في قوله تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فمن في الآيتين هي للبعضية هذا والله أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين